بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزائي الطلاب اليوم سنتحدث عن موضوع جديد وهو استراتيجية كتابه كيف نحول النص الحواري إلى نص سردي قبل أن أبدأ بهذا الموضوع و الحديث عن تفصيلاته لا بد أن نعرج على الدرس الماضي و أن نستذكر مع بعضنا الدرس الماضي و تحدثنا في الدرس الماضي عن وظيفة النحوية و ذكرنا أيضا كيف أن يكون الفعل معها متعدي أو لازم و كيف أن المفعول به يأتي فقط بعد الفعل المتعدي و أيضا تحدثنا عن إعرابه و الحالات التي يكون فيها هذا المفعول به اليوم سنتكلم عن استراتيجية كتابه كيف تكتبه كيف تحول نص حواري إلى نص سردي تحويل نص حواري إلى نص سردي استراتيجية كتابه طبعا نحن في وحدة أعلام سابقون أهداف الدرس هدف عام يتعلق بالوحدة بشكل عام و هدف خاص يتعلق بهذا الدرس وهو الهدف العام هنا اقتصاب اتجاهات و قيم متصلة بمجال الأعلام السابقين اقتصاب اتجاهات و قيم متصلة بمجال الأعلام السابقين و الهدف الخاص هو تحويل نص حواري إلى نص سردي كيف نحول نص الحواري إلى نص سردي طبعا هنا بداية في استراتيجية كتابة أقرأ ورشة عمل للمقارنة بين الأشياء والناس والأماكن والأفكار تستخدم معايير مثل الحجم، الشكل، اللون، الاستعمال إلى آخره وصولا إلى أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينها لإصدار حكم عليها مع التعليل من الألفاظ الدالة في هذا الأسلوب مقارنة يختلف عنه يشبه مثله تماما بالرغم مع أن لكن ومن ناحية أخرى إلى آخره وهذه الألفاظ الدالة على هذا الأسلوب المقصود به المقارنة بين أشياء والأماكن والأفكار تستخدم هذه المعايير التي يقوم فيها الحجم والشكل واللون والاستعمال أدون أهم الصفات التي أراها في شخصية الأمير سعود الفيصل من وجهة نظري اكتب أنت بعضا من الصفات التي تراها أنت في شخصية الأمير سعود الفيصل في الموضوع التي تحدثنا عنه سابقا عن سعود الفيصل رحمه الله ما الصفات التي تراها أدون أهم الصفات التي أراها في شخصية الأمير سعود الفيصل من وجهة نظري من وجهة نظرك أمت اكتب الصفات التي تراها أنت من وجهة نظرك ونعطيك أيضا قليلا من الفرصة اكتب أي صفة تراها أنت من وجهة نظرك كما قرأت الموضوع أو كما قرأت ذاك الدرس في حديثنا عن أمير سعود الفيصل رحمه الله ونحن نقول بدورنا أنه تميز رحمه الله بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة وإخلاصه في العمل ومحبته لوطنه وبالتأكيد أنك قد ذكرت بعضاً أو شيئاً من هذه الصفات تميز رحمه الله بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة وإخلاصه في العمل ومحبته لوطنه إثنان هنا أحدد مع مجموعة أدلة عن الاتفاق بين مكة والمدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الأسس المدورة في الجدول بالاستعانة بالمثال لاحظ هنا المعايير أو المعايير هنا الموقع محبة رسول صلى الله عليه وسلم وقدسية المكان مكة المكرمة والمدينة المنورة هنا الموقع في المملكة مكة في المملكة العربية السعودية وكذلك المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية إذن هنا أدلة الاتفاق بين مكة والمدينة طيب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة والمدينة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة والمدينة نحن نقول كذلك يعني كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما الاتفاق بين مكة وبين المدينة وكذلك ما قد سيئة المكان بين مكة وبين المدينة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما لمكة والمدينة نحن نقول جاء في الحديث طبعا اللهم حبي بلينا المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبي بلينا المدينة كما حبنا مكة أو أشد كحبنا مكة أو أشد فمحبة رسوله السلام يحب كذلك مكة ويحب المدينة و أيضا قال في الحديث اللهم يحب بلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد كحبنا مكة أو أشد قدسية المكان في مكة أيضا يحتم المكان القدسية في مسجد الحرام و كذلك في المدينة مسجد النبوي الشريف مسجد النبي عليه الصلاة و السلام إذن هنا الاتفاق في هذا المعيار المعيار الموقع أن كلاهما في المكة والمدينة تقع في المملكة العربية السعودية كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام يحب كلا من مكة والمدينة وكذلك قدسية المكانة في مكة المسجد الحرام وفي المدينة المسجد النبوي الشريف ثلاثة أسجل ومن بجواري أنت واحد زملائك أو من معك نقاط الاختلاف والاتفاق أو الاتفاقي والاختلاف بين الأميرة نورة بن عبد الرحمن والأمير سعود الفيصل لما تحدثنا عن الأمير سعود الفيصل والأميرة نورة رحمهم الله في بداية هذه الوحدة تحدثنا عن هنا ما النقاط الاتفاق التي اتفقان فيها وما نقاط الاختلاف في تاريخ الميلاد وفي تاريخ الوفاة وكذلك في صلة القرابة بالملك عبد العزيز رحمه الله وكذلك في الصفات الشخصية بينهما وفي طبيعة العمل مع الملوك وفي طبيعة العمل مع الملوك وبالتأكيد أنك عندما قرأنا تلك الموضوعات أنك تعرف الآن ما وجه الاتفاق والاختلاف بين الشخصيتين ما وجه الاتفاق والاختلاف بين الشخصيتين فأنت سجل الآن ومن معك من زملائك لقاط الاتفاق والاختلاف في ماذا يتفقون وفي ماذا يختلفونهم في الاتفاق والاختلاف بين الأميرة نور عبد الرحمن والأمير سعود الفيصل في تاريخ الميلاد بالتأكيد أنهم في الاتفاق أم في الاختلاف وكذلك في تاريخ الوفاة وكذلك في صلة القرابة بالملك عبد العزيز ثم في الصفات الشخصية ما الصفات الشخصية وكذلك ما طبيعة العمل طبيعة عملهما مع الملوك سواء لي الأمير سعود أم في الأميرة فهنا نطلع نقاط الاختلاف أو الاتفاق ونقاط الاختلاف وهنا الأميرة نورة وهو الأمير سعود ونحن نقول في تاريخ الميلاد وكذلك في تاريخ الوفاة فالأمير سعود فيصل ولد عام 1385 لهجرة وتوفي عام 1436 الأميرة نورة رحمه الله ولدت عام 1292 وتوفيت عام 1369 إذن هذا نقاط اختلاف كلها في تاريخ الميلاد وفي تاريخ الوفاة في تاريخ الميلاد وفي تاريخ الوفاة فالأمير سعودة فيصل ولد عام 1385 أما الأميرة نورة ولدت عام 1292 الأميرة سعودة فيصل رحمه الله و أيضا توفي عام 1436 أما الأميرة نورة توفيت عام 1369 طيب صلة القرابة بالملك عبد العزيز رحمه الله ما صلة القرابة هل هم يتفقون أم يختلفون بالتأكيد نحن نقول هنا الأميرة هي أخت الملك عبد العزيز رحمه الله و الأمير هو حفيد الملك و الأمير سعود هو حفيد الملك إذن الأميرة نورة هي أخت الملك عبد العزيز رحمه الله أما الأميرة هو حفيد الملك في الصفات الشخصية في الصفات الشخصية أعتقد أنهم هم يتفقون أو يتفقان كلاهما في الأمانة والصدق والإخلاص الأميرة نورة والأمير سعود فيصل كلهم يحملون صفات الأمانة وصفات الصدق وصفات الإخلاص نأتي إلى طبيعة العمل مع الملوك طبيعة العمل مع طبيعة أمالهم كلهم من الأميرة نورة والأمير سعود نحن نقول لأميرة نورة هي كانت للشؤون الداخلية أما الأمير سعود الفيصل كان لي الشؤون الخارجية كان للشؤون الخارجية وهذا نقاط الاختلاف التي بينهما ونقاط الاتفاق والاختلاف إذن هم يتفقون في صفات شخصية وفي غالب صفات شخصية لكن هم يختلفون في طريق الميناد ورفات وفي صلة القرابة وكذلك في طبيعة العمل وكذلك في طبيعة العمل أربعة أصدر الحكم المناسب على كلتا الشخصيتين مع التعليل أصدر الحكم المناسب على كلتا الشخصيتين وهذا أيضا يرجع إلى حكمك أنت فأصدر أنت حكما مناسبا لو كتب لك مثلا إحدى الشخصيتين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمهلب بن أبي صفرة الخليفة عمر والمهلب بن أبي صفرة و اكتب أيضا حكما مناسبا على هاتين الشخصيتين الخليفة عمر و المهلب مع التعليل طبعا نذكر أيضا ما الصفات التي تميز بها الخليفة عمر رضي الله عنه و كذلك ما الصفات التي تميز بها المهلب بن أبي سفرة و كيف عرفت عنه و اكتب أنت من عندك أيضا من خلال بحث أو من خلال القراءة و من خلال أيضا ما سمعت كذلك من خلال ما اطلعت و ما قرأت الخليفة عمر نقول هو خليفة عادل تحبه الرأية و كما عرفنا أيضا في موضوع اللي تحدثنا فيه في خليفة عمر هو خليفة عادل تحبه الرأية كذلك المهلب بن أبي سفرة عرف عنه أيضا أنه قائد للجيوش المسلمين و ساهم في الفتوحات قائد للجيوش المسلمين و ساهم في الفتوحات و هذا أيضا من عرف عن شخصيتين الخليفة عمر كان خليفة و أما مهلبة كان قائدا لجيوش المسلمين و ساهم في فتوحات كثيرة خليفة عمر خليفة عادل تحبه الرأية و من خلفاء الراشدين كما عرفت خامسا أكتب في الفراغ الآتي فقرة متناسقة في وصف الأمير سعود الفيصل أكتب كما قرأنا في موضوع الأمير سعود الفيصل أكتب فقرة متناسقة في وصف الأمير سعود الفيصل باعتماد على ما سبق مقصود به الصفات التي ذكرناها باعتماد على الصفات الموضوع التي ذكرنا وتحدثنا عنها قبل قليل ما هي أذكر واكتب أيضا فقرة متناسقة عبر من عندك واكتب عن الأمير سعود الفيصل ونقول استهد رحمه الله بالنباهة والذكاء وحسن إدارة الأمور وإخلاصه لدولته والعمل دون كلل أو ملل في سبيل إعلاء راية دولته في المحافل الدولية وهذا شيء مما ذكر عنه رحمه الله هنا استراتيجية كتابة الفن الكتابي تحويل النص الحواري إلى نص سردي وهذا هو خلاصة لب الموضوع في هذا الدرس بإذن الله كيف تحويل نص حواري إلى نص سردي لاحظوا معي هنا في التهية في البداية أتأمل نصين آتين ثم أعقد مقارنة بينهما من حيث بنية النص ونوعه ويدوينه في الشكل الآتي باستعانة بما درسته سابقا هذا نص وهذا نص آخر هنا أقول أتأمل النصين ثم أعقد مقارنة بينهما من حيث بنية النص ونوعه وأدوينها في الشكل الآتي الشكل الذي سيأتي بعد هذه الشريحة بإذن الله بالاستعانة بما درسته سابقا في النص الأول هنا في غزوة الخندق اخترق بعض فرسان المشركين الخندق الذي حفره المسلمون ومنهم مقاتل قوي يخافه الشجعان فنادى على المسلمين ليخرج إليه من يبارزه فلم يخرج أحد ثم نادى فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليبارزه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عنه عليه عرض علي على المشرك الإسلام لكنه رفض فهجم عليه علي كالصقر فقتله وكبر المسلمون فرحا هذا نص الأول النص الثاني خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فانحدر إليه راع من الجبل فقال له عمر ممتحنا يا راعي بعني شاتا من هذه الغنم فقال إني راع ولا أملك الغنم فقال عمر قل لصاحبها أكلها الذئب فقال الراعي فأين الله فبكى عمر هذا نص آخر إذن نص الأول هو النص الثاني إذن هنا تأمل في النصين في قصة علي رضي الله عنه وكذلك في قصة من قصة عمر رضي الله عنهما جميعا ثم في النص الأول هنا دون ما بعده ما وجه الاتفاق وما وجه الاختلاف بين النص الأول والنص الثاني وجه الاتفاق وجه الاختباه بين النص الأول والنص الثاني سأترك لك المجال طليلا حتى تجيب أنت طبعا ونقولنا في النص الأول هنا نص سردي سرد يعتمد على الحكاية وتكون من حدث عقدة وحل من حدث وعقدة وحل فالنص سردي يعتمد على الحكاية ويتكون من حدث وعقدة وحل وهذا النص الأول لنص علي بن أبي طالب رضي الله عنه النص الثاني هو نص حواري يعتمد على السؤال وجواب الذي فيه عمر والرائي النص عمر والرائي ولو عدته ونظرت إليه فهو نص حواري يعتمد على ما حدث بين عمر وبين الرائي عندما سأله وما إلى ذلك ما وجه الاتفاق؟ نقول هنا شخصيات وحداث ونهاية أنه في كل نصين شخصيات وحداث ونهاية شخصيات وحداث ونهاية أولا أعود لنص عمر بالخطاب رضي الله عنه ثم أجيب عن آتي أقرأ المقاطع في النص الحواري النص الحواري النص عمر السابق الذي تحدث فيه مع الرائي اقرأ فيه ثم أكمل ومن يجاولون المخطط المعطى وفق المطلوب وهذا مخطط سيأتي أيضا لنص عمر الذي تحدثنا عنه في البداية أو في الدرس الماضي أو في المتحدث عمر مع المرأة وصغارها الجياع نحن نص حواري قال عمر السلام عليكم يا أهل الضو طبعا هذا النص الحواري وقصة عمر لما هنا فيه فأجابته عليكم السلام طبعا قال يا أهل الضو وكرها يقول يا أصحاب النار فأجابته عليكم السلام فقال أدنوا وقال أدنوا بخير أو دع فدنى منها فقال ما بالكم قالت قصرا بين الليل طبعا قصرا بين الليل والبرد قال وما بالو هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال وأي شيء في هذه القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر فقال أي رحمك الله وما يدي عمر بكم قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا هنا هذا نص حواري كذلك هنا في البداية ها هي قصته مع الصبية الجياع التي رواها مولاه أسلم دلعا رحمته هذا في قصة عمر يذي يقول خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقم حتى إذا كنا بسرار إذا نار تورث فقال يا أسلم إني أراها هنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا وهذه في بداية النص وهذا الحوار في خلاصة أو في وسط النص ثم بعد ذلك ولم يزل حتى شبعوا في نهاية النص وفي آخره في نص عمر ولم يزل حتى شبعوا هي تقول جزاك الله خيرا كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين هنا أن النص الحوار يتكون من مقاطع وهنا من تبدأ ثم سلوبها وأيضا عددها ثم موضوعها ما الموضوع تحدث عنه فكل نص يتكون من ذلك ما موضوع وما المقاطع هنا كذلك أقول في هذا النص مقاطع تبادلية والردود المقصود به إذا كان نصا حواريا يكون مقاطع هنا يقول شخص وذاك يرد عليه وهذه هي المقاطع التبادلية ثم المقاطع يتم فيها التفاعل بين المتحاورين يكون هذا أيضا سؤال وذاك يتحدث عن إجابة بين الشخصيات المتحاورة ثم هنا أسلوبه سؤال وجواب عادة هذه في المقاطع التي فيها شيء من المتحاوري الحوار ثم يتلوه تعقيب أو تعليق من السائل أو طرف آخر إذا يقول ثم يرد عليه ويحن يتلوه تعقيب هنا ما عددها؟ أذكر أنت أيضا عدد هذه المقاطع ثم كذلك ما الموضوع الذي يتحدث عنه أهم الموضوعات وهنا ذكر لك سبب مكثل مرأة وصبيانها في ذلك المكان وكذلك سبب بكاء الصبية سبب بكاء الصبية وأيضا هنا ترك لك أيضا رقم 2 ورقم 4 حتى تأتي بالموضوعات المذكورة هنا كذلك هنا في المقاطع اختتام طبعا هذا مقطع في البداية وهذا مقطع في الوسط وهذا مقطع في الخاتمة هذا مقطع في الخاتمة لاحظ معي هنا في آهية قصته مع الصبية الجيع التي رواها مولاه أسلم دي على رحمته إذ يقول خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقف حتى إذا كنا بسرار إذا ناروا انتوارث فقال يا أسلم إني أرها هنا رقبان قصرة به من الليل والبرد انطلق بنا مقاطع إيش؟ هذا مقطع في ستاح بداية القصة قصة عمر رضي الله عنه إذن هذا مقطع في ستاح التي بدأ بها القصة هي مقطع أيضا يفتتح بها الحوار قبل أن نبدأ الدخول في الحوار ما أسلوبها؟ هنا أسلوب سرد سردي قصير سرد ذكر مجموعة من ذلك كذلك هنا عددها مقطع واحد ليست أكثر مقطع هنا عدد مقطع واحد موضوعها استطلاع عمر لحال أصحاب الضوء استطلاع عمر لحال أصحاب الضوء عندما استطلاع ثم المقطع الآخر وهو المقطع الحواري الذي دار بين عمر وأصحاب الضوء وكره طبعا رضي الله عنه يقول أصحاب النار وقصة التي قرأناها وتحدثنا عنها وعرفتها أنت مقاطع تبادلية ثم أيضا المقاطع يتم فيها التفاعل بين التحورين والكلام وتبادل ثم سؤال وجواب من السائل ثم كما عدد هذه المقاطع أو انظر إلى هذا العدد وكم عدد نقول أيضا في هنا طبعا قبل أن نبدأ في الحوار أيضا هنا في الختام ولم يزل ولم يزل حتى شبعوه يتقول جزاك الله خيرا كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين هنا افتتاح وهنا اختتام إذن هنا افتتاح وهنا اختتام وهذا المقطع المتوسط الذي يكون في الحوار طبعا هنا مقطع يختتم بها الحوار ثم سردي قصير ما عدد المقطع هنا أيضا واحد مثلها ما موضوعه هنا يتحدث عن بقاء عمر مع الصبية حتى شبعه إذن هنا الافتتاح ومقطع الفتتاح به الحوار وهو سردي قصير وموضوعه استطلاع مقطع الاختتام يتحدث فيه أن يختتم بها الحوار وهو سردي وكذلك مقطع واحد وعدده هو واحد وأيضا بقاء عمر مع الصبية نأتي إلى الوسط وهو الحوار زبطة الحوار مع الفتاح والاختتام زبطة الحوار هنا مقاطع تبادلية وردود كذلك هنا ما عدد هذه المقاطع التي تكون في الوسط هنا نقول أربع مقاطع نقول أربع مقاطع ما هل الموضوع أيضا نتحدث عنه عن المرأة نقول أيضا تفقد عمر أهل الضو وكذلك مكوثوا معهم حتى شبعوا مكوثوا معهم حتى شبعوا وهذا أيضا تنظر إليه في كتابك وتجيب فهو في النص الحواري مقطع افتتاح مقطع واحد يتكون من عدده واحد وسردي قصير كذلك مقطع اختتام كذلك هو سردي قصير هو سردي قصير هو أيضا عن موضوعه هنا استطلاع أهل الضو هنا موضوعه بقاء معهم حتى شبعوا وهذا الحوار الذي دار بينه وبين أصحاب الضو والموضوع الذي تحدث عنه وكم عدد المقاطع التي دارت وهذا كله المقطع الحواري الذي في خصة عمر رضي الله عنه هنا اثناء أستكمل مع مجموعة عناصر الشكل يحدد بنية نص عمر هنا نأتي إلى بنية النص بنية نص عمر رضي الله عنه لاحظوا معي هنا هذا النص عمر بنية النص الحواري وبنية النص السردي فهنا مخطط شكل السمكة بنيت النص حواري و بنيت النص السردي هنا مقاطع تبادلية التي هي الردود في الحوار وهنا حالة البداية وتمهيد الحدث والعقدة والسرد والسرد أحداث معنى أنه يذكر أحداثاً أما الحوار فهو يذكر متحاولين يذكر كلاماً و ذاك يرد عليه و هو راء تبادلية هذا يسأل و ذاك يجيب و ما إلى ذلك فهذا النص العمر هو الأصيل و هنا بنيت النص الحواري و هنا بنيت النص السردي كذلك هنا في النص السردي خروج عمر مولاه إلى حرة واقم وهنا أيضا إطعام الأطفال حتى شبعوا كذلك هنا حالة البداية تمهيد ثم الحدث المحرك والعقدة والحل لو نأتي للنص الحواري الذي ذكرناه في الوسط هو نستطلاع خبرة أهل الضوء وحمله للدقيق والشحم والقصة التي دارت أيضا بينها عمر على ظهره ثم أيضا مقاطع التبادل التي حدثت واذكر أنت ذلك وما حدث من القصة وهم العناصر التي ذكرت ثم بعد ذلك عناصر التصميم التي دار أيضا في هذا النص وهذا سنقسمه وسنذكره فلاحظ هنا في بداية في بنية النص الحواري هنا تفقد عمر الرائية تفقد عمر للرائية هذا في بدايته ثم استطلاع خبرة أهل الضوء وحمله للدقيق والشحم على ظهره ثم كذلك تفقده أيضا للرائية من ثنية ثم تطبخ لهم الطعام كيف تطبخ لهم الطعام وهذا أيضا أهم العناصر التدارة في هذا النص وبعد ذلك ذهابه إلى بيت مال المسلمين ذهابه إلى بيت مال المسلمين ثم مقاطع اختتام واختتم بها هذا النص في بنية النص السردي هنا خروج عمر لحرة واقم ثم الحدث حالة بداية الحدث ثم يحرك العقدة والحل ثم هنا أيضا تفقد الرائية أطفال وأطفال جيع تفقد حالهم وأطفال جيع ثم يطعامه هذه الأطفال حتى شبعه بعد ذلك كذلك حالة النهاية التي اختتمت فيها هذا المقطع فهنا بدأ وكذلك هنا انتهى في النص السردي فالنص السردي في بداية والنهاية والحوار يكون في وسطه وكان في وسطه ثانيا أحول ومن يجاورني نص عمر بالخطاب رضي الله عنه إلى نص سردي مع إجراء التغيير اللازم أو التغييرات اللازمة هم راعة سلامة اللغة وقواعد النحو على غيران النموذج الأول لاحظ هذا النموذج ها هي قصته مع الصبية الجيع التي رواها مولاه أسلم دليل على رحمته يقول خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقم حتى إذا كنا بسرار إذا نار تورث فقالوا يا أسلم إني أراها هنا ركبانا قصر بهم ليل والبرد انطلق بنا ها هي قصته مع الصبية الجيع لاحظ هنا التي رواها مولاه أسلم دليل على رحمته حيث خرج عمر مولاه إلى حرة واقم ولما شاهد نارا هنا فيه حوار قائد يقول خرجنا وهنا يقول قال يا أسلم وهنا فلما شاهد نارا هنا مباشرة سرد إذا هنا حوار وهنا تحول إلى سرد ولما شاهد نارا أحس عمر رضي الله عنه بين أصحاب النار أصحاب حاجة فذهب ليستطلع الأمر لكن هنا لا هنا حوار فقال يا أسلم إني أراها هنا ركبانا قصر بهم الليل فهنا حوار وهنا سرد إذا تحول النص الحواري إلى نص سردي وأنت هنا نريدك أن تطبق ذلك مثل هذا خرجنا نهار ولحة تدنون منهم فإذا بمرأة معها صبيان ولها قدر منصوبة على نار وصبيان وهي تضاغون فقال عمر السلام عليكم يا أهل الضو وكرها يقول يا أصحاب النار فأجابته وعليكم السلام أعدنوا فقال أعدنوا بخيرنا ودع وانا سأبدأ بها وسأترك لك البقية أن تتحول ذلك الحوار كله إلى سرد وأن تذكر الحكاية بدون أن تذكر أطرافا للقضية يعني بدون أن تذكر مثلا قال وذاك يرد عليه وذاك يسأل وذاك يجيب وإنما فقط أن تسرد لي الحكاية والقصة مباشرة هنا قصر بهم وبال هؤلاء الصبية إلى آخره إلى آخر النص المذكور وذلك متحدثنا أيضا في قصة عمر هنا أيضا لاحظوا الثاني فلما وصل عمر رضي الله عنه ومولاه الأصحاب الضوء سلم عليهم فردت عليه امرأة معهم أطفال صغار يبكون ونقولنا مثلا بإمكانك أيضا أن تحول ذلك على حوار تقول صغار يبكون من الجوع وليس في القدر إلا الماء وأيضا تكمل أنت من عندك تكملة لهذا الموضوع وأن تتحدث أيضا وأن تحول هذا النص الحواري كله إلى نص سردي وأن تذكر القصة بدون أن تقول قال ثم رد عليه وذكر سؤالا وما إلى ذلك كذلك هنا فخرجنا أنهرول حتى يتني أدار الدقيق فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم وقال احمله عليه قالت أنا أحمله عنك قال أنت تحمل وزري يوم القيامة لا أملك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه نهرول فالقال لذلك عنده وهذه القصة التي تذكرناها أيضا في الموضوع الماضي في حديث عمر أيضا ومولاه لما أخرج ذهب إلى بيت من المسلمين و أخرج لهم أيضا الدقيق وكبة من شحم وعطاه وعاد به إلى المرأة و الأطفال الجيع و القصة التي حدثت و يقولنا أيضا ذهب عمر بيت من المسلمين هنا في الحوار و كيف أن أحمله عنك و هنا فيه شيء من الحوار و قال و قلت و أنت تذكره مباشرة سردا و تعطيه بشكل عام فتقول ذهب عمر بيت المسلمين و حامل على ظاهره الدقيق و الشحم و ذهب به للمرأة و أخذ يطبخوا للطعام و للأطفال حتى شبعوا هنا سرد أذكر بشكل عام و بأي طريقة لأنت تريد أن تذكرها بدل أن تذكر هذا الحوار بدل أن تذكر هذا الحوار فهذا موضوع حواري و هذا موضوع سردي و هذا موضوع سردي و أن تذكر أنت على ضوئها أن تذكر على ضوء ذلك هذا ما أردنا أن نتحدث عنه في تحويل النص الحواري إلى نص سردي و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر